بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتكلم النهاردة ان شاء الله عن فيروس كورونا فيروس كورونا المسبب للالتهاب الرئوي الشرق أوسطي اكتشف لأول مرة في إبريل عام 2012 وهو فيروس جديد لم يرصد في البشر من قبل وفي معظم الحالات يتسبب هذا الفيروس في الإصابة الخطيرة فيروس الكورونا كورونا فيروس أو الفيروس الكوروني البشري سمي بذلك لأنه يظهر تحت المايكروسكوب على شكل تاج فيروس الكورونا لحصن الحظ قد يبقى على قيد الحياة خارج جسم الإنسان يوم واحد فقط ويمكن إبادته بسهولة عن طريق المعقمات ومواد التنظيف العادية أعراض فيروس الكورونا تتشابه كثيرا مع أعراض الإنفلونزة العادية وهي تشمل السعال ارتفاع درجة حرارة الجسم احتقان في الحلق ألم في العضلات التهاب وسيلان الأنف وصداع إلا أن الحالة تكون أكثر حدة في حالة الكورونا في حالة الإنفلونزة يستطيع المصاب في كثير من الأحيان التغلب عليها بالأدوية والمشروبات الساخنة والراحة معظم المرضى المصابين بفيروس كورونا قد أصيبوا بالالتهاب الرئوي كما ظهر لدى الكثير منهم أعراض الإصابة بالجهاز الهضمي كالإسهال وألم في البطن والتقيؤ وأصيب بعض المرضى بالفشل الكلوي انتقال المرض المرض ينتقل عبر تلوس الأيدي والرزاز التنفسي والتماس المباشر بسوائل وإفرازات المريض حيث يدخل فيروس كورونا عبر أغشية الأنف والحنجرة والبلعوم والقصب الهوائي الوقاية من الكورونا الوقاية من فيروس الكورونا تكون من خلال اتخاذ الطرق الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس وأهمها استخدام المناديل عند العطس وغسل اليدين فورا ارتداء كمامة الفم عدم العطس في اليدين مباشرة ومن سمى مصافحة الآخرين لأن ذلك يساعد على انتقال الفيروس إلى الأصحاء ومن المهم أيضا استخدام المطهرات في تطهير الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة للأسف نحو نصف من أصيبوا بفيروس الكورونا المتسبب لمتلازمة الشرق الأوسط قد توفوا وذلك يعود إلى أن الفيروس قد يمنع وصول الأكسوجين إلى الدم مما يسبب قصورا في وظائف أعضاء الجسم فيؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات ما أطيب تمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته